بدأ طلاب مرحلة الدبلوم اليوم تقديم امتحان الشامل في 12 مركزاً موزعاً في محافظات المملكة ضمن خطتين دراسيتين قديمة وجديدة وبلغ عدد المتقدمين للمتحان للمساقات الثقافية 3951 طالباً وطالبة ضمن ثلاث جلسات بحسب الطاقة الاستيعابية للمراكز إدارة جامعة البلقاء التطبيقية قالت إن غير المستكملين من الطلبة بإمكانهم إعادة الإختبارات ضمن أربع محاولات تنظر الجامعة في عقدها خلال دورتين ربيعية وشتوية خطة الجديدة صار فيها تغيير جذري وكامل عن الخطة القديمة لأنها اجتملت على المهارات التي يحتاجها سوق العمل بما فيها المهارات العملية والمهارات الحياتية ومهارات الاتصال ومهارات اللغة الإنجليزية التي يحتاجها سوق العمل ويركز عليها بشكل أكثر لكي تكون هذه المخرجات جاهزة لسوق العمل المحلي اليوم كان أول يوم للتقديم الشامل أو البرقية كان امتحان فيه أشياء سهلة ونوعاً ما فيه أشياء أسئلة جيدة متوسطة امتحان الثاني أنها ثقافات كمان في البرقية الثالثة هي التخصص تخصص يعني ما علي خوف بس الخوف من الثقافات كنا ناخذناها أول فصل الورقة الأولى يعني كان قدامها فيه مجال أما الورقة الثانية ما فيه إلا يعني معنا يوم واحد تقريباً يوم ونص الورقة الثالثة كمان نفس الإشي ما فيه يعني وقت كتير بين الوراء